احتفلت السفارة البابوية في الأردن بالعيد الوطني لدولة الفاتيكان وذكرى مرور ثلاثين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكرس الرسولي والمملكة الأردنية الهاشمية شارك بالمناسبة غبطة الكاردينال بيرباتيسيا باتسبالا بطريورك القدس للاتين وعددون من السفراء وشخصيات رسمية وألقى سعادة السفير البابوي في الأردن جوفاني بيترو دالتوزو كلمة قال فيها إن وجود سفارة في عمان يعبر عن الأهمية التي يخصها الكرس الرسولي للعلاقات مع الأردن وهو كجزء جوهري من الأرض المقدسة وأشار سعادته إلى وجود ست كنائس كاثوليك في المملكة هذا من الجانب الكنسي كما أن الأردن يعد مثالاً في الحوار بين الأديان مذكراً بوجود المعهد الملكي للدراسات الدينية أما الجانب السياسي فالأردن بلد استقرار في الشرق الأوسط وجسر مهم بين الشرق والغرب كما يشكل جزء أساسياً من الأراضي المقدسة ومن مصلحة الدولتين المشتركة تعزيز السياحة الدينية بسبب وجود مواقع للحج المسيحي في هذه المملكة